من ضمن اسباب المايكروستيك هايبو كروميك أنيميا التسامم الرصاص ليد بويزنينج ليد بويزنينج يعني من حاجات الكاركتريستيك قوي فيه قوي ندخل على اللي هي البيزوفيلك ستيبلينج بيزوفيلك ستيبلينج اللي أنا مشارع عليها بالسحمدية ان الخلية بيكون فيها نقط زرق بيزو قبل كده اخدنا كلمة بيزوفيلك بيزوفيلك يعني نقط زرق واضحة جدا جوا الخلية اللي أنا معلم عليها ودي كومن لسين ان ذا ليد بويزنينج يعني منشوفها كتير او في الليد بويزنينج بس ده مش معناه ان هي الليد بويزنينج هو السبب الوحيد للبيزوفيلك ستيبلينج لأ فيه اسبب اخرى ازار كوزس فور بيزوفيلك ستيبلينج من ضمنها سبب مشهور جدا لسا كنا بنتكلم عنه من شوية اللي هي الثلاثيميا البيتافلاثيميا ان شاء الله لما ندرسها بالتفصيل هنلاقي فيها برضو بيزوفيلك ستيبلينج طيب انا عايز اركز في النقطة الجاية على مصادر التسامن بالرصاص منين يجي لنا التسامن بالرصاص؟ يجي لنا من الدهانات ده متش شايفين كده في الصورة الدهانات بتاعت الحيطة دي من الحاجات اللي فيها نسبة الرصاص منها لعب الاطفال وخصوصا اللعب الرخيصة اللي هي المنتشرة في السوق خلي بالنا منها جدا زي ما انتو هتشوفوا معايا التسامن بالرصاص ولو حتى بنسب بسيطة على مدار فترات طويلة يعني هتعملها مشاكل خطيرة جدا عشان كده لازم نتجنب اللي هو موضوع التسامن بالرصاص في بعض المياه بتكون ملوثة بالرصاص خصوصا المواسير اللي بتكون قديمة المصادية تبقى فيها نسبة الرصاص الحاجات اللي بتبقى محتوطة في علب مواد حفظة والعلب نفسها برضو اللي هي اللي بتبقى فيها المواد المادة اللي حرمنا كلها دي ممكن تكون مصدر لمصادر التسامن بالرصاص ساعات يكون الفاكهة والخطار بيتزرع في أرض والأرض دي مليانة رصاص طيب انا اركز على الرصاص جدا ونحاول نتفادة كل المصادر دي اللي احنا قلنا عليها من شوية وخصوصا انا حب اركز على موضوع اللعب الاطفال ده مهم جدا خلي بالنا منه لانه منتشر في وسط اطفالنا والاكل في الحاجات المحفوظة ليش معنى مركز على الموضوع ده لان فعلا تسامن بالرصاص مش متشاف لانه زي ما قلت لك يعني مزمن فترات طويلة ولكن يعني مشاكل خطيرة جدا في القلب المخ ممكن يقصر على الدراكة الوعي والذكاء الدراك الليفر ممكن يعمل لي مشاكل في الكبد ويعمل لي زي ما انتو عارفين مشاكل التلايف والااااااااا الكيدني ممكن يبوز ل الكيدني الفانكشن فيها وممكن يعمل لي فشل للكلة على المدى الطويل المنسلز العضلات ممكن ضعفة في العضلات ممكن يأثر على موضوع الخلفة في الرجال أو السيدات وصوصا لما يكون زي ما قلت لكم تعرض الرصاص لفترات طويلة كورونيك ليد بويزنينج